طيب عندنا ضحايا تانيين للأسف اه تعالوا روح نشوفهم هم مين نفس الموضوع من ضحية لقمة العيش بقى في مصر لضحايا الغربة اللي خرجوا عشان برضو لقمة عيشهم السلطات الإيطالية لقيت جثة شاب مصري اسمه إسلام عيد الطباخ إسلام عيد الطباخ لقوا الجثة أمام مزرعة قريبة من مدينة لود يوقد بعد عودته من أجستو بمصر بأيام وسط الحديث طبعا عن وجود شبهة جنائية في حادثة القتل أو في هذه الحديثة تعالوا نشوف الخبر مع بعض شبهة جنائية تفاصيل وفاة شاب مصري داخل مزرعة في إيطاليا ودي صورة جواز سفر إسلام عيد الطباخ طب ما تجمونا السطر الأولاني عشان أشوف أنا هقرأ يعني نطلع بقى بالسطر الأولاني كده تمام 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 يبدو أن ثمة شبهة جنائية في وقعة وفاة مواطن مصري أمام بيحدى المزارع بمدينة لودي الإيطالية وما لأيه اللي أنا قلته ده اسمها لودي يا جماعة أنا قلت غلط قبل عدة أيام وجدته السلطات الأمنية هناك ملقى بجوار قطبان السكة الحديدة على بعض أربعة كيلو متر من المدينة وتم إبلاغ أو إبلاغ الملحق العمالي المصري الموجود في إيطاليا بالواقع الذي يجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بتنسيق بين الجانبين المصري والإيطالي والاقع تعود إلى تلقي وزير القوة العاملة الدكتور محمد سعفان تقريراً عبر الملحق العمالي بميلانه الدكتور محمود حمزاوي أشار فيه لأن مواطن مصري يبلغ من العم 30 عام يدعى إسلام عيد أحمد الطباق من مركز تلا محافظة المنوفية وقد لقى حتفه عقب عودته من إيجازته التي قضاها في مصر وتوجد شبهة جنائية في الوفاة حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفياً أمام مزرعة بجوار قطبان السكك الحديدية على بعد أربعة كيلو من مدينة لودي ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية تمام؟ خلي بالك والله العظيم مع أصد حاجة بس فعلاً يعني أنا لسنا ببعيدين عن الكرسى بتاع تريجيني تمام؟ طيب الراجل ده مواطن مصري وزي ما الأخبار بتقول أن هناك شبهة جنائية في وفاته يا ترى يا هل ترى ستتحرك السلطات المصرية والخارجية المصرية والحكومة المصرية عشان نعرف الراجل ده بالفعل هناك حالة جنائية وشبهة جنائية وتم قتله ولا لأ ونعرف نجيب حقه مهم جداً نعرف الموضوع ده أنا كمصري بطالب الحكومة المصرية أن هي تجيب حق أخويا المواطن المصري اللي فيه شبهة جنائية في وفاته نفس الموضوع اللي تكلمنا عنه فيه موضوع ضحايا الإهمال في مصر المسؤولين يطلعوا بيانات ناعي وإحنا متابعين وما تقلقوش حق أولادكو هيجي وفي الآخر حق أولادنا فين؟ ما فيش ما فيش مشكلة تتحل طب ليه التشاؤم ده عم محمد؟ هقولك لإني للأسف شفت رد وزارة القوى العاملة في موضوع وفاة الشاب المصري اللي بكلمكم عنه ده في إيطاليا وكان الرد زي ما هتشوفه معايا كده بالزبط سعفان يتابع عودة جثمان مصري ومستحقات أسرته في إيطاليا بيتابع 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 زي ما أي حد بيتابع أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمسيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالكنسولية المصرية بميلانو بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري إسلام عيد أحمد الطباخ الذي توفي في إيطاليا فضلا عن متابعة مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية وتلقى الوزير تقريرا عبد المرحق العمالي أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفي إسلام عيد أحمد الطباخ عن عمر 30 سنة من مركز سنة قلنا كل البيانات دي أنه لقى حدفه عقب عودته من إجازته التي قضاها بس يعني اللي كاتب الخبر أقسم بالله جماعة ما هو لاقي حاجة يقولها في الخبر لما أنا طلع وزير قوة عاملة عشان يطلع يتكلم عن مواطن في حالة شبهة جنائية في قتله فيقولك أنه بيتابع يعني إيه بيتابع يعني إيه بجده الله سيبوا المتابعة دي لنحن كمواطنين عاديين لا نملك سلطة ولا نملك خطاب دبلوماسي ولا نملك أن نحن نكلم دولة ونقول لهم عندنا عندكم مواطن مصري المات بشبهة جنائية عايزين نحقق نتابع التحقيقات نرسل مجموعة من المحامين ومعهم المترجمين من الحكومة المصرية تذهب إلى إيطاليا ويكون في اجتماعات ويكون في حوارات ومناقشات وتحقيقات على أعلى مستوى عشان نعرف المواطن المصري ده مات إزاي ما ده اللي بنسمعه لما بيموت أي مواطن أجنبي عندنا ده اللي بنسمعه ونشوفه من الدول المحترمة اللي بتحترم المواطن بتاعها وأنا بقول للحكومة المصرية احترموا المواطنين المصريين وشوفوا وتحرقوا بجده جماعة لما اطلع في الدولة المصرية وزير بيقول أنا بتابع على رأس النظام في مصر وعلى رئيس الوزراء أن يأتي بهذا الوزير وقوله أنت بتتابع إيه؟ عندنا ابننا مصري مات فيش حاجة اسمها نتابع المتابعة دي شكلها إيه؟ اللي كاتب الخبر ما هوش عارف حتى يقولك وأقام بإرسال ولا ملاقي أنه ما فيش حاجة حصلت غير أنه بيتابع والمستحقات هتيجي ومتخيلين أن أهل اللي مات مستنيين يعرفوا المستحقات بتاعته اللي هتيجي والمعاشات إيه؟ دي حاجات يا جماعة طبيعية أنها تتعمل لكن الأهم بقى الأهم واللي هو يكون فعل طارق ولازم يتعمل إرسال محامين والتحقيق في الواقع وإحنا بلد كبيرة اسمنا مصر جمهورية مصر العربية اللي بنعتز كلنا أننا مصريين وبننتمي إلى هذه الدولة المصرية فبالتالي هذه الدولة المصرية الكبيرة لابد أن تأتي بحقوق أبنائها الذين يموتون في الغربة بحثاً عن لقمة العيش هارجع واسأل السؤال يا طرق يا جماعة هنشوف تحرك من الحكومة المصرية عشان حق الشاب اللي مات ده يرجع زي ما قتل يمقوم الدنيا زي ما قلت لحضرتك عشان ما قتل الشاب أو الطالب الإيطالي في مصر جوليو ريجين وإحنا مش ضد أن الناس تقوم الدنيا لا إحنا مع كل حد بيدور على حق أولاده ده اللي تكلمت عنه بقى معظم تعليقات السوشيال ميديا مش أنا بس تعالوا نشوف مع بعض تعليقات السوشيال ميديا بتقول إيه هيسن بيقول إذن ستسارع الحكومة المصرية بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيطاليا وسحب السفير المصري هناك وستشكل لجنة من النيابة العامة المصرية والذهاب إلى إيطاليا لمعرفة أسباب وقوع الحادث تتمنون هذا ولن يحدث الدم المصر الخيص ربنا يرحمه ويغفر له بص يا باشا زي ما أنا قلت لك ده رد فعل المصريين رد فعل المصريين بجد أهو هل في استدعاء مش عارف قنصل السفير الحكومة المصرية أرسلت محامين مفيش وده اللي بيكتبوا الناس زي ما احنا متابعين على شاشة ناخد اللي بعده عسكري غلبان هو أنتوا فاكريين مصر زي حكومة إيطاليا في قضية ريجيني مصر تستعيد الجثة للأهلها ويتم تقفيل المحضر في تاريخه وعليه العوض ومنه العوض وده برضو اللي احنا بننتقده اللي بعده محمد علي بيقول لك هل يا ترى نشوف وزيرة الهجرة تطلع وتتكلم باسلوب حد زي ما فعلت وزيرة إيطاليا مع قصة ريجيني يا باشا أو يا أستاذ مش عارف مين اللي كان كاتب أو أستاذ محمد بقول لك يا أستاذ محمد أن وزير الكوى العاملة كل اللي عامله أنه بيتابع الموضوع فما تقلقش ما تقلقش يا أستاذ محمد بيتابع الموضوع وعندك بقى تخيل أنت لما وزير يتابع الموضوع هيجيب حق المواطن المصري أكيد اللي بعده يا باشا سهيل بيقول الحكومة المصرية مهتمة بالموضوع مش على شام مصري والله ولكن للضغط على إيطاليا من أجل ريجيني معنا حاجة تانية معنا حاجة تانية ولا خلاص نأخذ اللي بعده عادل فراج بيقول لك فين سفرنا بإيطاليا نشوف فتح التحقيقات زي السفارة الإيطالية لما بهدلت مصر بسبب مواطن مات أيام المظاهرات جيبت أنا حاجة من عندي يا رجالة اخترت مثلا التعليقات دي من على السوشال ميديا وأنا اللي كتبتها بإيه دي لا والله دول ناس كتبوا وعلقوا على الواقع وعلى الحدثة وبيعبروا عن نبضنا كلنا كمواطنين مصريين واللي ما يقدرش يعبر بالطريقة دي أو يكون موقفه كده زي موقف الناس دي يشك الأول في وطنيته أو في مصريته كلنا مصريين بنحب بلدنا وبنؤكد أننا نطالب هذا البلد بأنه يجيب لنا حقنا وحق أولادنا اللي بيموتوا في الغربة وهناك شبهة جنائية في موتهم الله كريم ترجمة نانسي قنقر